عن الاستقبالة دية كان عمله استقبال الحقيقة فعلا طبعا يا كهربا من العيبة الممتازة الحقيقة يعني عنده خفة دم كبيرة جدا واي حد بيخش طبعا للنادي الاهلي بين الوفدين للجدد او ايضا كمان الصفقات بيكون استقبال خاص من كهربا وايضا كمان كل العيب النادي الاهلي يعني كمان الشناه ويبقى ليه استقبال غير كهربا خالص محمد هاني كل اللعيبة اللي بنتمنى لهم طبعا لعبياتنا في منتخبنا الوطن يتمنى لمنتخبنا يا رب ان شاء الله باذن الله هدي البطولة بطولة مهمة جدا وصعبة لكن ان شاء الله باذن الله منتخبنا الوطني قادر باذن الله يا رب ان شاء الله هدينا شايفين الممر اللي عملين هوله اللعيبة وبيستقبلوه ببعادة شديدة انا كنت لسه عسأله من غير العلقة دي بمدى الشمش فهو هو يعني طبعا مؤكد يا صدر هو حسين الشحات ام بدور كهربة بقى لا هو مؤكد فيه ميزة بس عادينا نشكر زميلنا الاول كريم شكرا جزيلا ليك شكرين يا كريم شكرا للزميل كريم احمد اعتقد اللقطة دي يا جماعة مهمة جدا عن بداية علاقة هذا اللعب الجديد مع زميله في القالي وعن استقناف الفريق تدريباته مع العودة من الاجازة بتكسر حاجز الجليد ميزة وعيب غياب اللعيب الدوليين الميزة ان فيه تركيز هيبقى ميستر كولر مع اللعيب وزميله عندهم قدر اكبر من التركيز على التعرف عليه واستعداده وزا كان فيه ماتشات والدير بتاعه هيخش وياخد فرص اكتر اللعيب انك بتفتقد حرارة عشر لعيب دوليين او حد عشر لعب ليهم طعم وليهم زخم وليهم فاجواء الفريق ما بتبقاش مكتملة زي ما يكون مكتمل بكل اللعبي الدوليين نتمنى له انخراط بسرعة واضح انه يعني العلقة دي كانت مهمة جدا بس تناهنا لانه دي بتدل على ان خلاص بقى خدنا على بعض بقى ودأ سلوم طوله واضح بالقياس الى اللي جنبه انه طوله معقول يعني يعني مش مفرد في الطول لكن طول معقول لمهاجم يعني مودست كمان بدأ بداية هم مع اول يوم ما هل لازم بقى وانت هتلاحظ هتلاحظ ان يعني حتى ما تشوف اللقطات من اولها الناس بتقابل بعضها الاول مرة بعد العودة فالتمريد الاولاني دا كده يعني اول يوم دراسة اه اول يوم دراسة بتسلم على زميلك وعشتوني مش عارف ايه لكن من بقر هتشوف بقى عملية الاحمال على حققتها والناقيين يجي خمسة ستة ناقيين في الفريق يعني عايزينهم بقى على ما تخلص الفترة دي ويرجع لعيب الدوليين يكون الفريق بإذن الله كله استعد حيويته وسلامته دا كلام مهم جدا في العودة للتدريبات اعتقد ديكو شايفين مودست ومع كل اللعيبة ان شاء الله الامور بدنيا الناس تجهز بشكل كويس لانه عدد كبير من لعبة النادي الالي مش موجودين سواء اللي مع المنتخب او المحترفين في الخارج او لعيب المنتخب الولمبي وحتى منتخب الشباب دا كابتن شيتوس عنده تمان لعيبة من الالي وكابتن احمد الكاس عنده تمان لعيبة ايضا من نشئ النادي الالي ففترة فيها عدد كبير من النشئين المميزين موجودين في منتخبات النشئين وربما دا كان سبب لعدم الاستعانة بعدد منهم في تدريبات الفريق الاول لاستكمال هذا النقص الفريق هيواصل تدريباته الفترة اللي جاية وزي ما قال كريم حيتشاف بعد كده هيعمل معسكر في الخارج ولا هيكمل تدريباته هنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام تاني مهم